ازايكم يا رب تكونوا بخير اه بقلنا كتير ما تلعناش لايف ان شاء الله بإذن الله نرجع تاني ناخد لايف بتاعتنا النهاردة الحقيقة هو طوبيك فجأة كده الله يخليه كسارة كان طوبيك كده الحقيقة فجأة كده ظهر على السطح ما كانش معموله الحقيقة يعني استعداد نفسي كلنا فجئنا قدما فيهم يعني انا فجئت بموضوع ايه ده فجأة نزل من حوالي ثلاث اسابيع سيلبس جديد الله اهلا بيك يا هند اهلا بيك يا سارة اهلا بيكم جميعا نزل فجأة كده بقدر تقدر سيلبس جديد يا جماعة ومعمول فيه شغل جبار جدا ولا حد قال ولا حد عمل منشننج الحاجة فجأة كده لقينا الدنيا مقلوبة فطب ايه الحكاية الحقيقة يعني كانت اسكي اي اسكي اي يعني مشكورين النهاردة كانوا برضو عملوا فيديو كده لحقت جزء منه الحقيقة يعني برضو عشان اشوف هما بيتكلموا في ايه ولا كانوا عايزين ايه وايه اللي خلى فجأة الدنيا تتغير خليني بس اقول لكم حاجة في البداية هي النقطة دي برضو عشان تبقى مهمة جدا بغض النظر اللي احنا لسه يعني كلنا مش موجودين بس هاعدها كزا مرة واحنا شغالين احنا سيلبس الفين وتمنتاشر اللي هو فيرجن ثري بوينت وون واحد هو شغال معانا لغاية سنة لغاية مايو الجاي من بعديها مش هيبقى فيه لا ماتيريال لي ولا اجزامز وليم سورتيفاي من اول 2011 اصلا لالفين وتمنتاشر يعني ادفانس الكارير بتاعك عادي جدا مفيش مشكلة يعني بس النقطة دي مهم ان مفيش مشاكل اللي انت ادفانس الكارير بتاعك اللي بلان ان ياخد اي ادفانس سورتيفكت زي منتو بالنسبة لل 3.1 اخر شهر مايو الجاي ده اللي بالانجليزي وفي نوفمبر بابلغات الاخرى بس يعني خلينا نقول انه لغاية مايو الجاي ان شاء الله طيب ايه اللي حصل اللي حصل الحقيقة حاجة يعني كان وانا كتير كنت باهاتي في حاجة زي كده بس يعني باهاتي فين صوتي يا دوبك بيسمعوا اللي عايز يسمعوا يعني ما بنقدرش نوصله للناس اللي فوق لغاية ما حصلت فعلا مجموعة من التغييرات احنا كده كده كنا الحمد لله بنعمل تاكينج للتابيكس تي سواء في الفاونديشن او في الاجايل وحتى في الادفانسد ليبلز الفكرة هنا كانت بمنتهى البساطة ان الفكرة الرئيسية ان هاي اس تي كي بي عايزة تقول التالي احنا كنا شغالين كلاسيك وفضلنا على قد ما نقدر متمسكين بالكلاسيك والكور كونسكت لغاية ما خلاص ما بيناش قادرين بقى احنا لازم بقى يعني خلاص العالم بيضغير الناس لازم تطلع من الانالاتيكال مود للكوليبراتيف مود هي دي كانت الفكرة الرئيسية وحتى ان اغلب التابيكس اللي تم الابديتس عليها بشكل ماسف بشكل ميجرز في السيلابس كان ده الوبجيكتف الرئيسي منها ازاي نتحط في الكاليبراتيف مود الموضوع كان هتلاقيني يقولك شوية نقط كده منتهى البساطة الراجل يعني كان الفكرة الرئيسية وهم كتبينها في ريليس نوتس ان احنا فوق المليون بوينت وان سيرتفايت تيستر منهم حوالي 800 الف فكنا لازم نسمع شوية الصوت بتاعت الناس ازاي هي بتعاني في جغلها ازاي الناس دي شايفة ان فيه لازم يحسوا اللي هم ليهم صوت وموجودين فيها فالحقيقة اللي حصل بمنتهى البساطة ان كان الايديا الرئيسية اللي مبني عليها السيلابس هي الاهداف التعليمية اللي مبنيه بكونسبت بلوم اللي هو الايديا الرئيسية اللي هو الان نفسه في وفي فيديو في قصة بيقول ان اللايف ده خلص وعمالي يتعاد مش لايف شغال ممكن حد يبعت اللينك فهو في حاجة غلط من عندي ولا ايه يا جماعة الدنيا بوزت ولا ايه مش عاكف معنا ولا ايه? ولا مش لايف احنا ولا شغالين ازاي? طيب تمام شغال طيب تمام. فيبقى زي ما كنت بقول له حضراتكم ان هم عايزين يغيروا الدنيا شوية من موضوع اللي احنا من ان احنا عايزين نقلب نفسنا شوية فيها موضوع. طيب هو ايه اللي حصل بقى? اللي حصل اول حاجة في تغييره ان هي بقت اطوميك قوي وبقت وان توان ما بقتش عامة. هو احنا عندنا تلاتة رئيسيين اللي هما كي وان والكي تو والكي تري. الريكول والاندريستاندنج والأبلاي. الدنيا اتغيرت. الحاجات الريكول قلت شوية الاندريستاندنج زاد جدا. والأبلاي اتغير ترتيبه في الاماكن اللي انا هحاول على قد ما هقدر هوضحها لحضراتكم. على قد ما هقدر هوضحها لحضراتكم. يبقى اول حاجة في لعبة حصلت في الاندريستاندنج. بعدها من اللعبة دي حصلت يبقى معنا كده هنتنين لنقطة مهمة جدا. قالوا وهي انه في الريليز نوتس يا جماعة السيلابس ده مش تكست بوك. السيلابس ده جايد لاين. عشان الترينيج بروفايدرز تفصل منه متيريال وتشرحه. فاحنا شلنا منه يعني حتى السيلابس قلت بشكل كبير جدا. يبقى هو قللك ايه? قللك الاكزامبلز وزود لك الريفرنسز يعني انت مثلا هتلاقي داخل مسلا في طبيك زي ما بيتكلم مثلا مثلا. على برينسبل من السبعة لو انتو فاكرينهم كان اسمه بستيسائي بارادكس اسمه تغير. طب تغييرت اسمه بقى اسمه التستنج بير اوت. التست بير اوت دوت. فعمل منشن للتو ريفرنسز اللي بيتكلموا عليه في سطرين. فيبقى هو زود لك حتة الريفرنسز والكتب والمقالات اللي موجودة في الاخر عشان تروح تقرأ وتتعلم. هو دلوقتي عايزك ايه بقى? وتقرأ وتتعلم وتكوبريت. طبعا احنا عارفين ان الاجزام نفسه طول عمره ده وبجيكتف والاجزام فانت بتتمرن للامتحان وبتخش في اي جميع تكسب يا بتخسر. فاسيبك من الامتحان. فكلمة دلوقتي بعد ما انت هتشوفه السيليبس. لو انت عايزه ده عشان فانت مش هتلاقي نفسك هطلع بيها ازاي? مش عايزة اقول بقى ايه ده الحلاوة دي هتبقى سيرتفاي على حق لا هي الدنيا فعلا فعلا اتغيرت. طيب خلينا نقول حاجة. السيليبس نفسه كمان حاجمه قال ايه اه صغروه? ليه? لان هو مش بيعتبره تكست بوك زي ما بولى حضرتك. طيب ايه اللي خلى الايديا نفسها تظهر? ستدي ببساطة اتعملت مع اخر سكيل او تستنج ماركت ريبوتس اللي هما بينزلوه. ان احنا الناس كلها يعني بنسبة تسعة سبعين في المية من المشاريع وورلد وايد مش بتكليم انها بتاجايل هي بتاجايل. والناس اللي بتشتغل انترمو في سيكوينشل او ووترفول عددها قلي جدا. طب الناس اللي بتهايبرد عددها في حوالي اربعين في المية من المشاريع عنا لسه موجود. طيب. احنا عايزين نعمل اي بقى? احنا عايزين. طبعا انا السؤال اللي سألته على لايف. احتي لسه ما جاتليش رد عليه. ويه مصير الاجايل تستر. انا لما هاتكلم مع حضراتكم هتلاقي طبيكس كتيرة هي ليترلي. اتخدت من الاجايل تستر اتحطت في الفونديشن ايه ده اخيرا اه اخيرا ان التكنيك سبصولها باسم اتغير اسم الموديو الاصلا باسم تستاناليسيزان ديزاين وعشان هون ما بقاش اسمه تيكنيكس طب خلونا نشوف مع بعض ونجري موديل موديل يبقى انا بس كنت بضح ايه الفلسفة اللي خلتهم يعملوا اللي تشينج طيب ايه اللي حصل في اول موديل؟ اول موديل يعني هتبتدي تمشي عادي من الواطف تستنج ومن البرينسبلز ما بقاش تقريبا اسمها تست بروسس بقى سموها تست اكتيبيتز في حتة بقى اتعمل لها وكتبت بشكل كبير جديد جدا اسمها تستنج سكيلز اتغيرت تماما دي لو احنا فاكريم مع بعض يعني اللي انا تشرفت يعني اللي انا حضر معايا ترينج هتلاقييني دايما اصلا في الانتروداكشن بكلمك على الصفت سكيلز والهارد سكيلز وإيه اللي احنا هو بقى ابتدى هنا يفوكس على الصفت سكيلز بشكل كبير جدا مدام بنتكلم في موديل تستنج كان في جزء منه في موديل وان اللي هو فنيا والجزء الاداري كان موجود في موديل فايف اتشال من خمسة الهنا بقى موديل وان كده تلعب معاك في ايه بقى بقى الفنديمينتالزوف تستنج بتتكلم معاك فهو ايه التستنج ايه البيزيك برينسبلز والاكتيبيتز والسيكولوجيك الفاكتور وبقى حتة كده اسمها الرولز والريسبونسيباليتيز والسكيلز بتاعت الايه التسترز عامل ازاي يبقى دا اول ريفامب حصل في موديل وان تطلع منه انت فاهم دورك عامل ازاي وايه علاقتك وايه علاقتك بالايه بالتيم تاني موديل اسمه زي ما هو ما تغيرش في الحتة اللي في البداية لو حضرتكم متذكرين ان موديل تو كان عندنا ليه اربع اجزاء اللي هي الاس تي ال سي مع الاس دي ال سي والامباكت بتاعها والكاركترستيكس احنا شبه زي ما احنا بس ايه اللي حصل فا اول جزء بس ايه اللي حصل فا اول جزء فابتدى يكلمك 100% على كل اللي كنا بنقولها جبهالنا هنا ومكتوبة مش عايز اقول مكتوبة كويس دي هي مكتوبة عنوان وثلاثة اربع سطور يبقى انت محتاج اجزامبلز وتقرأ وتدور عالريفرنسيز وتخمق كويس لغاية اللحظة دي انا لغاية دلوقتي معرفش ايه مصير الاجيل تسترز يبقى ايه الديفابس وتأثيره علينا مع الشفت ليف تستي اخيرا اخيرا كسروا كلمة انتجريشن تست ولغوها يعني احنا ايه حتى المصدوك بروفيشنال كونسلتنت لما بيجي يشرح انا ما بشرحش ان في حاجة اسمها انتجريشن تست هو مقسوم حكتين كومبوننت انتجريشن و سيستيمي انتجريشن بقهم خمسة لفل بقى كومبوننت كومبوننت انتجريشن او يونت انتجريشن سينومنس يبقى دي اول لعبة كده عملك في الحتة بتاعت الليفلز عشان تبقى بتتكلم فيها بشكل صح انواع تستنج اتعدلت بقى فانشنال ونفانشنال وبلاك بوكس ووايد بوكس الله طب وفين الكونفجميشن والريجريشن واللي تشينجي ريليتد موجودين لوحديهم يعني هو قالك الفور تايبس الرئيسية دول خدت بالك من التغيير بيكوب مع اللي احنا بنقوله في السوق وبتتزيني انت فيه ساعات وتقعد تقولي الاسماء دي دخل في بعض ليه لعب في الحتة دي كويس تمام موديول 3 الحتة بتاعت الريفيو تيكنيكس اللي هما يضوبك حطوها مفيش سنتين تلاتة وشالوها اللي اول كان الاد هوك ريبيو البرسونا موديول 3 الحتة بتاعت الريفيو تيكنيكة طبعا خليني اوضح حاجة الكلام ده قدامه سنة يعني اللي بيسمعني دلوقتي هو سيرتفايد انما هو لسه بيسيرتفايد فهو لسه شغال على 3.1 على 2018 انما احنا بنحكي عشان دايما عارفين ان اللي احنا بنقوله ده ما كانش فيه غير قابلي افنت واحد بس عملوه برا فاحنا عندنا جاست لترلي واحدة عملوه بالانجليزي وده احنا بنعمله فاحنا لازم نكون اي احنا زاي بنقورج لنا في الاندوستري وعارفين احنا الدنيا ماشي زاي حوالينا معايا اتعمل شوية ريفامب مع توضيح الفاليو الرئيسية بتاعت الموديول بتاعت الستاتيك تستنج والريفيوز طيب شابتر 4 كان اسمه تيست تكنيك بيتكلم على البلاك بوكس والوايد بوكس بالإكسپيرينس بيست و اختيار التكنيك وكده غيرنا اسمه اصلا بقى اسمه تستاناليسيز ان ديزاين بي اول حاجة بلاك بوكس بقى اربعة تكنيك شلنا اليوز كيس هو اليوز كيس كان شليه ليرننج ابجكتف ايجزام وايز كي ثري ما كنتش بتابلاي ممكن في التريننج كنا بنعمل ابلاي على يوز كيس ونشوف السيناريوز هو موجود في التستاناليس بس اخددلك من حاجة لما هو يشلك تكنيك زي ده ويقولك اصلا ده حاجة مور ادفانسد انا مش بصص لها كده انا بصص لها ان هو بنسباله ان اللي هو مع وعايز تطلع علي احنا هندغط اكتر قوي كمان شوية في الستوريز والكلام ده انا مش عايز اقول انه بيلغيها هي ما بتتلغيش وهي موجودة ما احنا قلنا احنا لسه في ناس شغالة سيكوينشل وهيفضل شغال كده تمام طيب ايه اللي حصل هنا بقى اتكلم على البلاك بوكس زي ما قلنا شهد منهم الديوز كيس مع شوية طبعا تغيير الكل معتاد في الديسيشن تيبل تيستنج على الستيد ترانزيشن بالساحجات طفيفة في الويت بوكس هقوله كمان شوية ايه التغيير اللي حصل زي ما احنا اللي هما امزود لك يا معلم حاجة حلوة جدا جدا اسمها ايه بقى تيكنيكس هنا بقى دخل على وازاي نعرف نكتب تيست وحطلك عليها زي ما احنا بنعمل من الوركشوب ويبقى معانا ونكتب لها خد هولي من الفونديشن لان هو حط التارجت هنا مدام هو يبقى يتعلموا يعرفوا احنا بنعمل ايه وبنشتغل ازاي في الحتة دي كانت مهمة جدا الحقيقة وعجبتني جدا يبقى حطلنا حاجة جديدة اللي هي وحط فيها ما تنساش ان احنا قدام قلنا ايه في موديول 2 ان نتكلم على كلها يعني متكلم على وهد هنا التكنيك حطهو لك ايه ده جماعة ده بقى فيه فعلا ده بقى الموضوع مش بس اللي احنا تاني هنمتحن لا هتمتحن وتنجح ونعرف نبريبيرك لامتحن دي حاجة ولا انت تطلع لان انا كانت عندي مثلا ممكن تكون بتقابلني او بتقابل احد من الكونسالتنس الافاضل اللي برضو بيقدموا يعني انه دايما بيقاد فاليو من برا السيلبس لان فيه حاجات كلاسيك قوي طب انا هقعد اكلمك بص احنا كانت بكلمك كلاسيك قوي تطلع تقولي انا بقى جايل اجي بقى اشرح لك اجايل تقولي ايه دا احنا بنفس الكلام دا اما طب وابص هي المشكلة مش من عندنا ولا من عندوه يعني احنا نيجي كلاسيك لا عايزين اجايل نروح اجايل ايه يا عم احنا بنعملش كده بس ايه او بيحصل ونقول الحمدلله قدره اللي هو بس افعل في الوايت بوكس الوايت بوكس كان عندنا الوايت بوكس كان عندنا الستيتمن تستنج والدسيشن تستنج شلنا الدسيشن تستنج حطينا بداله البرانش تستنج طب ليه؟ قالك والله احنا لقينا ان البرانش تستنج اللي هو البرانش تستنج اللي هي البرانش تستنج مستخدم اكتر 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 طب برضو كتب حاجة مهمة في لويز نوت قالك الكود بقى اللي احنا كنا بنقولها ان هي هندرد برسنت ديسيشن كاذيرج بيجرانتي هندرد برسنت كاذيرج يعني اكتشفنا انها مش وقعية اهوية يا راجل دا احنا بنحفظها للناس من يوم التدينة من الفين واثنين بعد واحد وعشرين سنة جاي تقولي لانها مش وقعية اعوزين نروح البرانش تستنج بغض النظر انه قرار متأخر جدا بس الحمد لله هم لحقونا بيه زي ما عملونا شوية في الايه في التستانيرست فموديول فور بتاعه حلو ايه بصراحة موديول فايف تست مانشمنت لا اسم كبير احنا هنسميه اه دا انت رسا راجل صغير فلما هخبطك كلمة تست مانشمنت اه ازاي بقى طيب ايه اللي حصل بعد ما غيرنا اسمه بقى تعال اقول لك اول حاجة كده اول حاجة احنا شيرنا استراتيجي والابروتش كان عندنا سيكشن كده لو انت فاكر برضو كان عندنا فاشجعوني اللي احنا كنا بنقول عندنا نك نك نا 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 اelin انت فاشجعوني ن Nine In شلناها اصلا من الفونديشن لي مش عايزينها قوي بس عملنا حاجة حلو قوي اخيرا بدل ما انا بقعد اقول لك توب داون استيمت و بوتوم اب استيمت احنا حطينا تكنيكس اوبا الوايب بان ديل في تحط والثري بوينت اناليسز والاوبتميستيك والرياليستيك وعليه كمان ازاي تعرف تستيمت فاخيرا كنا دايما بنعمل الوردشوب ازاي نستيمت وبندي للناس جايدلاين لا بقى بقى باي السيلابس وش هي منطقي ان يعني الراجل اللي بيبدي حتى خليه يعرف يستيمت اهو ربنا كرم وحصل وتحطت لنا حاجة وبقى فيها استيميشن تكنيكس وزودنا عليها حتة كمان في التست هريوترايزايشن وحطي لك حاجة اسمها ريسك بيزد وحاجة اسمها كافيريج بيزد وحاجة اسمها ريكواربينت بيزد الله وبقى عليها أبليكيشن كمان يعني كيه ثري يعني اجزام وايز هتلاقي بروبلم بتحلها ورات تبلي وبروترايز فبقى فيه كونسبت بس كونسبت مبني على الكوليبيريشن جينا بقى عند الحتة اخيرا بتاعت الريسك مانجمينت وتكلمنا فيها بشوية استفادة بقى وتكلم على الريسك ااينتيفيكيشن واسوسمنت وميتيجيشن وريسك مونيتورينج وابتده يدي اكتر لسه مش متذكر الحقيقة محطوط براكتس هنا ولا لا بس احنا كده كده مثلا كنا بنعمل براكتس مع بعض في الحتة دي تطيارت وتنظفت بشكل صراحة حلو جدا وجميل مع اضافة شوية طبيكس من الاجايل الى الديو ادي والديو ارز الديفنيشن الف دن والديفنيشن الف رادي الان اصطغربت له ان جاء بقى في موديل ستة وجاء لك ايه يا معلم احنا قال لنا وخففناه عشان حسينا ان يعني مور ادفانس الطبيك في الاوتوميشن بالنسبة للناس اللي لسه بتبتدي قال الله طب يا راجل ده انت عكستيلي اللفة كده خلص ده احنا عاديين نقول للناس يعني هذا مجموعة جيدة لكي تتعلم الحتة دي كويس اتشالت وتخففت الى حد ما بشكل كويس فكانت كده الوفيرول ناتيكتو ان فيه اوبايتس وتعديل بسيط برضو عليها فطبعا هتلاك ازا نقلك فيها الاسي اي بقى سي دي والسيرفرز هنا والديفوبس تولز ما هو خلاص بقى ابتدى يكوب مع ايه مع الماركت يعني خليني اقول لك ان بس كده دي كده الوفيرويو بتاعة الابديتس الحقيقة الحقيقة يعني اتمنى اللي انا مكنتش طولت عليكم فيها بس الحقيقة انا لقيت ان دي حاجة مهمة جدا اللي احنا نعرفها بس هرجع قول بقى النقطة اللي قلتها عشان لو كان حد بس دخل معا متأخر سيلابس 2018 معانا لغاية سنة من النهار دقمي يعني ما اعرفش اصلا البورد هيبعث لنا امتا عشان بس اتليست اتليست اللي خد و لسه ما امتحانش اللي مذاكر و لسه ما امتحانش اللي حاجة زي امتحان فانت زي ما انت فيش اي مشاكل خالص لسه معاك ماي اللي جاي عشان نكون متفقين الحقيقة ما كانش لسه فيه كلام على تغيير توزيحة الاسئلة بتاعته هتحصل ولا لا اه هيبقى فيلبل اصلا امتا فكل الكلام دوت يعني ايه هارجع حاضر هبتدي بص على الكامنتس حاضر بس يعني بس ايه نوضح النقطات اه طيب انا ايه اللي انا شايفه انا شايف ان دي بقت خطوة كويسة جدا الحقيقة يعني اه في اللي احنا نهتم شوية بالنورج بيس مش نهتم شوية بالانتحان والحقيقة يعني الاول مرة يعني اتشرف انه موجود معايا او اللي عرفت من قبل كده من ترينيج او من سنين اه هو عارف ان انا ايه الابجكتف من السيرتيفكت النولج وبتتقفل النولج وتتامبليمنت انما مش بتبقى دايما اول خطوة في الكارير انا امتحنت اه فهعمل ايه ده انت بالسيلابس الجديد ده انا لو امتحنت ونجحت هو انت مش عارف بقى هتعمل ايه اصلا اه دي اول نقطة تاني نقطة اه اللغبطة بتاعت اه 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 الاي استي كيو بي نفسها طلع عمرها هتجننني بصراحة يعني نزلنا الاجايل تستر بعد كده نزلنا الادفانسد اجايل تستر اللي هو راح شوية نحية الاس بي وشوية كود فيو ماشي و اه اعدل الناحية التانية الماتش اه 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 شفت سيبت الكلمنتات كلها وده اللي خرم عيني يا عبدالله ماشي يا اخي اه 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 و بعدين سرع عبدالله دويتو بتاعي دول يعني ما مودريتورز حياتي دول اه بعد كده اه 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 اعملوا ابدات على التست اناليسد في الفين وتسعة عشر قديم جدا بس اخيرا اتعمل الحمد لله طب والتست منجليت لسه صغيرت النهارده ماتعدلش امنزلوا اتلس اللي هو الاجايل تست ليدرشابها و لسه في البيتا فرجنز وبي ابدات امن اراح لي لحتة التانية في الاسبيشالست منزللي الجامبلينج والاي اي و الموبايل طب يعني انا مش شايف الروض ما بوضحه بس انا لا يمكن انكر ان دي اهم اه 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 انا طبعا مش اه اه لان انا برضو يعني من تلميذ جيمس باش ومايكل بولتن يعني انا كونتكست درافن قوي يعني معاهم في الحتة دي يعني وهم اجانست الكلام ده وشايفين الكلام ده يوسلس اتول بس ابتدأت حط انتراك يعني بالابديتس البسيطة اللي انا وضحتها لحضراتكم مع شوية كمية الريفرنسز اللي مكتوبة والكتب والمقالات وحاجات قديمة على حاجات جديدة تخليك بمنتهى البساطة تعرف فعلا تبني بروفايل محترم سيال فكرة كلها جاريت نعرف نحط رجلينا بس ايه صح وتبقى الدنيا يعني ايه زي الفل اجين من اجمل الخطوات الحقيقة خلال عمري يعني مع التستنج العشرين ولا الواحد وعشرين سنة اول مرة اتبسط قوي كده ان لما لاي بادي في نالج اتعمل له الريفامب الحلو ده بس كده اسف للي طالة انا مش هقفل لسه انا هتدي بص على الكومنت ورد على حضراتكم